قبل ما أدي القصيدة أنا اشتي أدراه من هو ذي قال من ذمار مع الحذر من هو ذي بيقول هذا ذمار أن ما سلت في كل الجبهات حق الشرعية القهقادة، الضباط، أفراد كلهم من ذمار ماذا؟ يا رب جنبنا المصائب والمشاكل والمحن واغفر لنا الزلة وبشرنا بيوم الانتصار اليوم هذا يوم تاريخي سجل يا زمن يوم التقينا فيه بالأحرار من أبنى ذمار اليوم هذا يوم تاريخي سجل يا زمن يوم التقينا فيه بالأحرار من أبنى ذمار ذمار ونعم فيه يا روح المواطن والوطن ذمار يا نبع البطولة والرجولة والوقار ذمار نبض القلب والشريان في جسم اليمن إذا انقطع باثن قطع روحه ويبدأ الانهيار ذمار نبض القلب والشريان في جسم اليمن إذا انقطع باثن قطع روحه ويبدأ الانهيار ذمار لا قامت يقوم الجسم كله والبدن ذمار لا قاحت يطيح الربح ويطيح الضمان ذمار ليست مثل ما بعض الجماعة قد لحن اني مع الحوثي تسير صلين متوجه وسار لا لا ذمار أكبر من انهم يشتروها بالثمن ذمار ما يمكن تخون الشعب واتبيع الديار جهران مش رازح وعتمه مش من أبه لا ولن وعنس مش ضحيان وانس والحداماهي سحار جهران مش رازح وعتمه مش من أبه لا ولن وعنس مش ضحيان وانس والحداماهي سحار قولوا الذي مش مكتنع أو كان عنده سوء ظن بقول له من هم ذمار حتى يسكهن الهدار ذمار ثمانمائة شهيد ضحوا على شأن الوطن ثمانمائة أيضاً اختارهم رب السماوات اختيار ذمار سيف الشرعية وذنوعها ضد الخوان منها الجنود الأوفية منها القيادات الكبار في الخامسة والسادسة في الصفة الأول دائماً والسابع والثالثة تلقى لهم كل اعتبار ذمار كم من قرن بسم القرن في نهم اقتران وفي المنارة سلكم اللي يجون أصحاب المنار ذمار كم من قرن بسم القرن في نهم اقتران وفي المنارة سلكم اللي يجون أصحاب المنار صرواح خلّوا دمعة أصحاب المشن مثل المشن وبكّوا الحوثي بصعده وحكموا فيها الحصار صرواح خلّوا دمعة أصحاب المشن مثل المشن وبكّوا الحوثي بصعده وحكموا فيها الحصار عبد الكريم السدعية تقدّم بقواته وحن في راس الأفعى قال مصّة سمّ قبل الانتشار عبد الكريم السدعية قدم بقواته وحن في راس الأفعى قاله مص السم قبل الانتشار والمقدشي رقمه بجيش الشرعيه رقم ون أسس ودرب وارتفع من ذلك اليوم الستار أسس ودرب وارتفع من ذلك اليوم الستار والوايلي أيضاً وعبده بن جباري ثانياً واحمد ولد حسان والقوسي مع أصحاب القرار فيصل علي قايد وعاد الشخ معوضه ثم من والأضرعي وابن البردوني جميعاً من ذمار وابن الصراري سار والجملي مع علي عري حسن استشهدوا هولاوهم في الدرب نفسه والمسار وابن الصراري سار والجملي مع علي عري حسن استشهدوا هولاوهم في الدرب نفسه والمسار هيا ذري يا صاحب اللسان يجعل لك لسن هيا ذري يا صاحب اللسان يجعل لك لسن هذه ذماراة ديتها لك يا عزيزي باختصار هذا الحقيقة قلتها وعلمتها لك في العلن إن نعجبك والله ضربت الرأس في عرض الجدار إن أعجبك والله ضربت الرأس في عرض الجدار يا كل جندي من جنود الشرعية يا كل من ضد الروافض سل سيفه وأخذ البندق وثار اتحركوا وشدوا عليهم وخمدوا نار الفتن وشربوهم من بطون الأسلحة بارد وحار استأصلوهم وازحفوا بالجيش وشماطنطن من كل جانب حاصروهم باليمين وباليسار بالطايرة بالراجبة بالكاسعة بالميمون بالمدفعية بالأياكي بالجتاري بالعيار باش ما معك حتى الخناجر من طعن حوذي طعن بكل حاجة خلها من تحتهم تشعل بنا باش ما معك حتى خناجر من طعن حوذي طعن بكل حاجة خلها من تحتهم تشعل بنار لازم نشد اليوم لعد ننتظر شي لا غدا لازم نشد اليوم لعد ننتظر شي لا غدا الشعب ملو مثل ما مليت طول الانتظار كثرة تريث بايجيب الضعف ويجيب الوهن لا تضعفوا قد قوة الحوذي بلحظة الاحتضار في كل جبهة خلها والجبهات تتحرك معا واحلف لكم واقسم لكم ثنتين ثلاثة أربع مرار لو كل واحد في المجمع يلقى للبندق وحن ما نمسي الله في الحسين والحتارش والمطار في كل جبهة خلها والجبهات تتحرك معا واحلف لكم واقسم لكم ثنتين ثلاثة أربع مرار لو كل واحد في المجمع يلقتل بندق وحن ما نمسي الله في الحذيلي والحتارش والمطار أشرف لنا من حنظ الليدان لهو الليل دن وسط المجمع جنب بنت العم ليلك والنهار أشرف لنا من حنظ الليدان لهو الليل دن وسط المجمع جنب بنت العم ليلك والنهار وترسلك بطاق سير الدي حقين الدي لبن وعب يدبه فترسلك بالطيق مسير الدي حقين الدي لبن وعبي الدبه ولا تنسى الطماطم والخيار هذا يدور أرضيه من كم طلع نزل ثمن وذايب ويعمل بقاله جنبها بصلة خذار احنا اتينا لجل نرجع ما اتينا للسكن احنا اتينا لجل نرجع ما اتينا للسكن نشتي نعود البيت ما نشتيش نستأجر ايجار لتحرر الصنعة وشفنا الشعب ريح وافتهن عدنا لمارب لجل نبني بعد تدمير الدمار لجل نبني بعد تدمير الدمار من ذي عين سامارب الجو ذات والتاريخ من ما حد حدا ناسي لها مهما الزمن والوقت دار اطش الهاجف قال من ذي عين سامارب الجو ذات والتاريخ من ما حد حدا ناسي لها مهما الزمن والوقت دار سكنت مارب بس مارب في وسط قلبي سكن عسى يدوم الامن فيها والرقي والازدهار لجل اليمن لجل الوطن لجل الفرائض والسنن لجلك لعجل ابنك على شأن الكبار ولا الصغار قوموا لنستعصل مشاريع العمالة والعفن فكرة الخمينة يشمروا لنستعصلها من كل دار وتأكدوا 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 يا حفادي حمي رياس لا لذو يا جن لا ما دخلت العاصمة بات ادخلوا جحر الحمار وتأكدوا يا حفاد حمي رياس الأهل الثوية قال لا ما دخلت العاصمة باتدخلوا جحر الحمار لا أدخلوا فيها بوسرسور ولا بوكتن الله أكبر كبروا والموت لأصحاب الشعار دقوا أبتهم كلهم لا ترحموا هولى الهيان اللي جميع قوالهم وأعمالهم ذلة وعار أعوذ بالله لم أشاهد مثلهم طول الزمن تشوف جسمه فيه بس العقل حقه عقل فال أن ما رقع ناشر وأن ما قربت تنضج عجن ما بش معاهم عقل لا قلنا نحاورهم حوار تقول لهم هذا يريب قال لك حرام أني جبن تقول لهم هذا يريب قال لك حرام أني جبن هذا جعار قال لك إسرائيل ما هي شي جعار لي منعكم منع الصحاب يصحاب مستشفى الدرن شي عندكم للعقل هذا سعقط على الغيار تغيروها ما درينا هي تنك ولا جلن هل هي طحين هل هي عجين هل هي تراب هل هي حجار يا شرعية يا شرعية من راس صعدة إلى عدن ومن شواطة راس عيسى إلى مدينة زنجبار فيش الأمل بات مسحيها من المواطن والحزن وعندش القدرة تقودين السفينة باكتدار وعندش القدرة تقودين السفينة باكتدار عندش كوادر في جميع الاختصاصات والمهن وجيش لو يضرب رجله في الصفاة طلع قبار